لا شك في أن المنافسة ستكون محتدمة بين صوني ومايكروسوفت لاستقطاب كبار لاعبي الفيديو مع الأجهزة المحمولة الجديدة التي ستقدم خلال معرض A3 الذي انطلق في لوس أنجلوس وتعرض المجموعتين منتجات رئيسية مخصصة للأجهزة المحمولة التي تم الكشف عنها أخيراً باعتبارها منصات ترفيه جديدة موصورة بالإنترنت تسمح بالنفاذ إلى أفلام ومحتويات موسيقية ومواقع تواصل اجتماعي وكانت صوني قد كشفت النقاب الأثنين خلال مؤتمر صحافي عقد عشية إطلاق المعرض عن جهازها المحمول الجديد لألعاب الفيديو المعروف ببلاي ستيشن فور والذي تعتزم طرحه في الأسواق خلال موسم أعياد نهاية العام الحالي وهذا الجهاز هو منصة ترفيهية جديدة تناسب كل أفراد العائلة وتضم ألعاب فيديو ومحتويات موسيقية وتلفزيونية وغيرها من الألعاب الترفيهية